الكلام يالحركات والبركات تشوف الأشياء اللي ناكستك من المطبخ تشيل الأشياء الصغيرة هنا على الجنب تغسل ملابسك يعني تخلص كل الأمور في اليوم هذا علشان المتراكم عليك الأشياء ويتحسن الوضع من الخبط معك ومسوى فرق كبير ما شفت ردة فعل بالطلاب المتاعتين يسلوا لي سنابات يوم شقة تنضي وفي الشيل وحط لعينكم يا محوش أول شي بنبدأ فيه سرير أمسك الموضوع أحب أحبه ورفت النوم الصالة والمطبخ نعم ما تخلص أمورك ماذا نضيف تعال هنا ماذا خبارك أنت شمسوي كيف دنياك يسأل عنك شك مستوى شاء اللي هو أنا غسيل أحطها هنا خلاص هذا شريتها خليتها هنا للغسيل أي ملابس وصخة أو شيء قطعها هنا هنا زي ما تشوفون بلافورات معلقة هنا باقي ملابس اللي تصفل هذا رتبنا منه وخلصنا نحن باقي سرير ودي أسأل الفنادق كيف تشفتونا تحسس مدري كيف كننا آلم سوينا مجل الله دور طون الطريقة ايوا كده ماذا فرق الفنادق عندنا؟ يقول لي شمسوي كيف دنياك؟ خلص صح 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 ماذا أكلك تاكل يا واحد كده؟ مالك خلص باسم الله خلاحة هم البطانيات عندهم خفيفة وقول اثنين صاحب عليهم الشكل هذا تمام تمام اللي بعده طيب الشيء الثاني ننفذ السجاد السينة ما في براكونة زي اول ولا في بار مطلع منها ننفذ السجاد يعني ما اقول له نزل تحت الشارع زي كذلك الناس كلها تشوف فشم نسوي؟ بننفذ السجاد هنا بسم الله بسم الله ولكن هذا كم سجادة مرمين جل وسخ هذا؟ تمامنا شرين السجادة بسم الله بسم الله بسم الله سجادة ثانية الا ما احس السجادة انا احس عربية لا تسمي ليش الحين ما اقوى سجادة بالعالم السجادة الخيرة ماذا الوصف؟ هذا اللي طلع من السجاد بشكل نظيف مرتب ماذا اذا يبقى من الكاميرا ولا لا بس كثير هذيك اكثر سجادة طلع منها وصخ بسم الله حبي اعرف ان انا يبغى لن نفسك عربية الله حكمي واحد اصدر اكاتب انا كنت او اطلع تعرف بس بعد منشفت حياة اثنين خالد خلاص 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 كتب هذا لما كنا ندور على شقة ونروح ونيجي وحالة في بعض الشخاص يشفونهم جاعة يحولون غربة وحياة بس بعدها لما يجي هنا يتفاجد انه عليه كل شيء ولازم يسوي كل شيء خلاص عشان تكنس تقول كل هذا لا لا جد لانه قابلت كثير من طلابهم بتاعتين هنا بعضهم ما قدروا يستحملون على طر رجعوا يكون مثلا قاعد في بيتهم وكل شيء يصير له وكل شيء يجي لما عنده يرتاح يجي هنا يحس هو يغسى ملابسه هو يسوي كل شيء هو يطبق وهو يحط وهو يجيب هو يروح يدرس ويسوي باجباته يقول لا حقا كثيرا نصيحة اليوم نفط السجادة ونروح من وصل خلاص هنا اللي حطناه لزوالة الكرامة شوفوا هذا أكثر الأشياء اللي استفيد منها تحطها على الجدار وتعلق الأشياء زي الواحد التقطيع كذا معلقينها هنا وهنا بعد علقنا وإن شاء الله المقاس رح نأخذه ونعلقها هنا فتسهل عليك الأشياء بعد ما تحطها في الدرجة وما تشوفها تكون تحت الأشياء ضاعت ما تدري وين أو تغير مكانها أو تنسى أنك حطتها هنا فموجودة هنا قدامك ومعلقها الحمد لله احنا خلصنا المطبخ ورتبناه صحنا باقي الأشياء لسه ما شريناه هنا بس نروح سوى ماركت قريب ونعبي كله شفت البعض الكاتب الكاتب 3 اثنيان حرام تخسر الدرجين اللي هنا أصلا أنا ما أحتاجهم والأشياء اللي بحطها في الدرجة تكفي هنا واكثر لان إذا تشوفون أدراج غريبة وصغيرة وحط قدر ولا شي ما رح يكفي هنا مرة صغيرة وحتى هنا موقف لكذا اشترينا هذا ونحط الأشياء هنا هذه البهارات اللي اشتريناها للطبخة بس نحتاج الشيء نفس اللي كان في الشقة القديمة لكي نرتبهم هنا فوق بعض بدون الصف هذي كان مع ساكر ما بقى على المضائل لشهر يمكنكم كم يوم إن شاء الله نكون جاهزين للطبخ لا في عدر والله نكستني عد شي ما عندي كل شي جاهز هنا السجاد المطبخ بعد ما خلصنا الأشياء الرئيسية خلي عندي كذلك يضيب منديل معطر ومعطر مرة واحدة خدوا واحدة ومسح فيها الطابلة والمسكار الشياء اللي تستخدمها إن شاء الله سبحان الله فيه جراثيم فيه شي على طول يشيلها يقول تسعة تسعين بالمئة فاصلة تسعة أي مصطف والجراثيم من شاء الله تروح هنا بعض ما يمانع معدين هيا أحد يدخل عنك يقول شهر جمال هذا أحد يدخل عنك كثنيا لا واحدة سريع المطبخ بعد هلا لازمان على يوم شقة يا أخي حتى في البيوت اللي نقلناها ما كان في يوم شقة كان بيت كيات مسكة دباب كيات كون خلصا الحقيقة نرمي سبال وانتو كرام يوم شقة جاي إن شاء الله أخذكم المكان مكان خاص في الدور هذا ما مطول ثمانة وراجع حسنا طولنا بس الحقيقة نبعدنا جيت بغس الملابس لك شفت أنه ما عندنا قطعة صبون طهير في بقالة هنا ويا ربي بمان نروحي بقالة نشوف كيف عارفوا أني بجي في التواضع نسوين زواج هنا في شقة عندنا الله يبارك لكم طبعا هذه الغرفة ما صورتها لكن ما صورها في اللقات الجاية تقدر تستاجرها جارنا لكويتي تحية لك فنقدر نستاجرها ونسوي هنا تجمع على شيء شوفوا هذا المنظر اللي طلع على شقة أرض فاضية شوفت زي المهندسين جايين يشوفون يقصون مسؤول أرض مكان جميل وكبير والله خصوصا أنا على البحر هناك البحر وراه اللي ما شاف من قبل هذه الحارة اللي ساكن فيها حارة جديدة جميلة صغيرة وغلبها شقك بعضهم كما تشوفون فاضية لسا نتوم سوينهم طبعا لأن هنا في مستشفى العاج طبيعي فأشوف كثير أشخاص يمشون لبسين لبس الطبي هنا في الزاوية في محل ورد يعني صار شيء ولا شيء على طول نزل نشتري ورد شوش حصلت بطل جالس يطل مرحبا بالجار هلا والله والله لونه جميل لكي يطال نفسه في المرايا شو حط نصور الدجاجة ويدخل الدجاجة يجو من هذيك الساحة هناك في بعض الضفادة كل شيء تبواه يلا خليك تتمشى نحن عندنا شغال وغلب الأماكن لسا باقي استجرونها يمكن نفتح مطعم ان شاء كده يفتح مطعم كبسة هنا يا سلام هنا الشيء جديد وتفتح الشيء بعد جديد وتفتح هنا في نادي يعني لو الشقة ما فيها نادي كانت جيني هنا تمررنا عشو ما تدخل وتسأل وحالة حطينا لك بره كل شيء خلاص خد المعلومات بلتك العافية اسم النادي البرتقالي حطينا نادي البرتقالية حش قصدهم يعني حلو شكله مرتب هذه الشقة يقلون شو مستوى الأمان عندنا يعني حاول تدخل إذا طلعت مستعجل ما في مرايات علينا شو منها بسك شكل مرتب خلاص مكتوب بس سكان شقل يدخلون ممنوع أي شخص ثاني يدخل والله شا السكرتي هذا مركز فضاء داخل الله شاء الله تبارك الله فاضح بدأنا ندخل الربيع ينفع تصور فيديو كلب هنا ريحته حلو ورده اشباهكم شو الأرض صارت باللون الأبيض كله من الأجار هذي ما ينفع نزرها عند بيتنا بس فالله ريحت المكان الحلو ومرا حلو شو هنا شي خبيطهم رسمين ألماس و هنا في كافي موجود قريب هذه البقالة اللي نبغاها ويارب يكون عندهم صبون طائب اللي نبغا حنا صبون 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 للملابس في أشياء والله هنا الأكل شو فينا وموجود ما في ما في للأسف هنا لا اشياء لا تقول ما عندهم شطة شاي شاي اوه كويس هنا الفطور ايوه موجود هنا كويس هذا بنقذنا بس فالله ممتاز لقينا بقالة قريبة من شقة ويشينا نبغاها عبطول نجي هنا ونأخذها ثم يمكنك رأيها 7.99 هل تقوم بقالتنا الجديدة؟ هل تقوم بقالتنا الجديدة؟ شكرا نجي دائما هنا نأخذ الأشياء شبه هذا اللي قدامي كلمت الحرمة قالت لها إذا أنت ما عندك شيء بعض الأيام أباك تجلسين مع الكلب حقي لأننا نطلع الشغل لا يوجد أحد يسمعها قالت لها خلاص قالوا لو يشوفوني هنا يتفقون بتيجلس معها رجعينا الشقة ونثانية شكرا شكرا جيد 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 شكرا 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 بسم الله شكرا 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 هذه سلة ملابس رسالة والله رسالة في البيت وكذبه تتكر هي الشقة الجديمة نروح ننزل تحت من الدرس غير بعض أوابق وفي أحد يرسى بالهرس ورجعت لأخبوت مرة ثانية وانتظر يا واحد هيا عندك أيوقت تسر خلاص الغرفة السرية هذه بسم الله نبدأ نجي بعد فذر بين نقيقية خلاص نحن ما صورناها قبل لكن كده نحس أرتب شوية حين جاء وقت نجرب في توستر هذي بتكون اول طبخة في الشقة انا خذنا هذا فبز تعفوا ما عيش من جربة مع التونة التونة اللي شريناه من المرات قلنا اول مرة نشوف تونة بكياس فمتجربها نشوف كيف شي غريب شوف كيف يطلع هذي هذي تعتبر خفايب ثانيا او لا بسم الله شوف هذا جاني هدية جدا جميل عليها فاكادو بسا ومكتوب فوق ابا كاتو من يطلع بالفكار هذه شكرا على هدية تطلع شي بطل خاص ندمن عليه نضطي ملعقة داخل تونة سفري ماشا نطلع التونة يعني خلاص ولا طوض شوف كيف تحمر ايه تمام تمام خليكم شوية هذي التونة اللي خذناها نجربها نشوف الأول مرة ريحة لما الحين جميلة حلو معيش رجعبي هذا بالضبط حطينا حكسنديوش واحد طبعا هي مو تونة سادة تونة معها ذرة معها جزر يمسوين خلطة جاهزين كذا وجبتنا صغيرة تكون جاهزة هذي هذا الحين نشوف الطعام كيف ما كتشب أخضر شيء لا لا بس نحن تونة مع كتشب ممكن البعض الحب كل واحد يدوق معها كل واحد اللي يحبه دخل جربوا حين شوف كيف ثاني وينوش بلنا مشنجة بس يعني مشنجة طبخناها مطلخنا سويناها مطلخنا سويناها ماشا قمنا واحد زيني تكلم هذي واحد كده ميت الرأكل هذي رجع هذي رجع هي قنور الحقيقة الأرض كده شكلها لكن الناس تكذب وتقولون هذائلية واخر شيء شهد صوت البطار كده نعلم غراح لينا ولا لا الحمد لله نخلصنا بس بردت بهذا الدلوع لأننا نحن فتحه بكرتون نشنوا الأعراض حبناها هنا حين نبدأ شوف الأعراض ونلتقها شوفوا الحين كيف صاد شوفنا شيء ما نبغاها شوفت أشياء كنت أحسب أني لم يجبتها معاي الحمد لله خلصنا من ترتيبة هنا توقع كده خلصنا من كل شيء مطلخ الدلال بالصالة مفتنوم شاء تمام؟ علي بعدها شو يا جماعة خلي أقول لكم مشكلة لدي أنا لما أجي أجلس على البتم يابا المنتج نشوف الليميلات نقعد بالساعة مو أنا ولا ميلات لا قول لي تبغاها إذا نذكروا مفلوق البيت القديم راح نشرينا شيء عشان نحطه تحت الطاولة حلينا بغاها حلينا مشكلة راح نحطه تحت هنا جارب نشوف كده نجلس المنتج خاصة مثلا تسند رجلك تحط رجلك عشان ما تقعد رنكبك مثلية طول الوقت فلقيت شيء من أمازون طلبت ووصل على طول هذا موجود هنا يقلوا لنا حل بنشوف الطريقين هل ينفع ولا لا شو بس عشان أوريك المكان نحطه هنا تحت ظاهر راسي بغاها نفخ تفتحه زي كده هاي وره نفخ حي عندك سجين الحين تاخطه وحطه هنا إذا انت شخص تقعد على الكمبيوتر كثير تحتاج بعض الحيانة تمد رجولك هذا الشيء منفعك خليه زي كده باع حيانة تنزل رجولك تحرك تكمل شغال اللبتوب تشوف لا يشخص تحتاج زيه سيارة 26 دولار كندي يعني تقريبا حوالي 8 ريال وهنا يقول لك وين تستخدمها في المكتب في البيت في الباس في القطار في الطيارة وفي مننا ألوان كثير وأول شي راح نعلقه هنا على الجدار اللي وصل لي من صحابة ثنيان نحن معك دائما وابدا ويا كان فاخرين فيك وين تحصل الناس يدلعونك زي كده شبنا هذه ما دي تذكرونها من كندا ولا لا هذه اللصقة اللي تلصق على الجهتين بحطها هنا عشان دائما يذكرها هذا المكان مناسب لها شكل ما يشتغل على منتج تتكل نصحات ثنيان معاك إذا طبعا نصيحتي وين شخص متلخبط ويندك شيء كثيرا جيب ورقة وقلم خليها عندك في المكتب وسجل الأشياء لتبعا تنجزها وتسويها وخلي يوم واحد في الأسبوع مثلا زي يوم شقة تنجز هذا الأشياء يعني مثلا زي الحين من زمانه ونعلقها كل ما نقول بعدين 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 خلص كتبنا بنعلق هذا الشيء جاي يوم الأحد علقناه من زمان قلنا نفتح هذا الشيء من زمان قلنا وردت في الدولاب فاكتبه وخليه على ورقة وخليه عندك ويوم الأيام تفرغ لكل شيء موجود هنا كذا تتخلص أمورك ترتاح شوف خلصنا هذا الأشياء الحين شعندنا الفرن الجديد الفرن الجديد ما شاء الله تبارك الله شلي وصل هذا الفرن 2019 تذكرون لما قلت لكم بيفرق الترى إذا سويت سكب وما سويت سكب كذا كنا صحابة ثنيان كل مجتمع مع بعض فرص كباب لاحسوا سكب تفاقنا نشوف لما الأخير خلونا نغير الوضع والحمد لله جاني دخم اللي تيو هذا الشهر ممتاز زي ما نقول دايما نحاول تطور من الأحسن وقدرت أشتري لبتوب ماك الجديد وسرعتها أكبر من هذا وغير كذا هذا الموجود بدأ يعلق بدأ يخرب وإحنا وراءنا في لقات الجامعة في لقات رمضان ولا نبغى نوقف شرعينا هذا اللبتوب شفتم وقل صحابتنا يستهلون أنك تتعب عشانهم السلام ما شاء الله تبارك الله وجاني الوحش الجديد في عادة أنا دايما لما أشتري اللبتوب أفتح الكاميرا وأصور نفسي في كل اللبتوب أشتري في أول اللبتوب ثاني اللبتوب أني أفتح تسلول هذا المرة ثاني وبقول إيش أحلامي أو إيش أهدافي وبأذن ألاحظ القناة إن شاء الله يرؤ تظل أفضل لحظة في الحياة نصور ونقول له أهداف فالحين جانا واحد جديد هذا بنحمل عليه برامج جديدة أشياء غير في المنتاج فشكرا لكم أصحاب الدنيا شكرا لكم تشوفوا لما الأخير شكرا للايكات شكرا لكم أصحاب الدنيا شكرا للمسكب ناوي هذه هنا تكون في لقاته 2019 هذه أطيل عافية ما قصر من بداية 2017 لما الحيني 2019 والذي لحظت عمر اللبتوب الافتراضي سنتين ونصف خلص بعد سنتين ونصف يقول لك ستكلى عافية واحد دور الثاني إن شاء الله نحقق كل الأهداف اللي أضعها في 2019 ونشوف كيف غير بيكون شوفوا وجهة منتج اللقطات كذي يصير اسمه المشكلة ننتظر زين واقي نفتحها ونحمل عليه برنامج المنتاج والفتشوب والبرامج الثانية والخطوط وننقل من هنا ضحكات المكسيكي والإشياء اللي عندنا هذه المنتاج تزيد زين من الحين نضبط الأمور قبل المضان طي يا جماعة نحن حاليا رح نضبط الأمور ونشوف كيف مين هي رح نينفلوغ اليوم يعطيك العافية المشاهدة السؤال يقول هذا السؤال سألت الوالدة من قبل قلت له وصفيني بكلمتين قالت مبتع ودم خفيف اسمه قالت جميل وين يقولون القرد بين أمه غزالة؟ لماذا قالت جميل ومبدع؟ لماذا قالت جميل ودم خفيف؟ شكرا شكرا الوالدة فسؤال اليوم توصف نفسك بكلمتين نشوفوا اللي بتقول عن نفسك اكتب تحت وكمنتات رح تفلوغة كما معاكم اللي وصل الفرن الجديد اللي في السنة بيعرفون الليل سميه فرن ممكن الفلوغ اللي بعده بيضول كم يوم لانه لما ننقل الأغراض ونضبط الأمور فعشان كذا بنحط تحت ثلاث روابط للفلوغات القديمة ممكن شفتها ممكن لا أصلا حتى لو دخلت على القناة ضغط هنا على السهم أول واحد وضع ثاني واحد وشوف الفلوغات القديمة الموجودة ممكن تشوف كيف تغيرت الوضع وإذا ضغطت على أول واحد بيقولك أكثر الفديوهات مشاهدة في القناة فتفرش في القناة شو باللي يجبك لما نخلص احنا الأمور زي ما قلنا دائما نطور للأحسن يتمنى عافية لمشاهدة أول ثانية سلام هذه مجموعة عالمية لكن موجودة هنا في أمريكا يتوقعون أن الأرض مسطحة كذلك يا حلوين طلبتها وصل على طول